اشتركوا في القناة وستين عاما توفي داخل محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة وأكد أحمد حسين ابن شقيقه وزوج ابنته أن حمد حسن دفن بعدما سمحت السلطات لعشرة أفراد فقط بحضور الجنازة والدفن وكذلك أكدت منصة نحن نسجل الحقوقية أن السلطات سلمت جثمان حمد حسن إلى أسرته وأنه دفن وسط إجراءات أمنية مشددة وقال مصدر حقوقي أن حسن توفي جراء الإهمال الطبي المتعمد ليبلغ عدد المتوفين داخل السجون المصرية خلال 12 يوما فقط 44 شخصا ويرتفعوا العدد الإجمالي إلى 44 متوفا منذ بداية العام الجاري ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول النشط الحقوقي هيثم غنيم كما ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة الكاتب الصحفي مجدي شندي أهلا بكم معنا أبدأ معك سيد هيسم وكيف تعلقون على وقعة وفاة أحد قيادات الإخوان المسلمين والمتحدث السابق باسم كتلتها البرلمانية داخل السجن وهناك تقارير حقوقية تتحدث أن خلال 12 يوما فقط هناك أربعة حالات وفيات داخل السجون المصرية نتيجة للإهمال الطبية حالة الوفاء القصة بالدكتور عمدي حسن تأتي تصبح أول حالة وفاء تسجيل أول حالة وفاء داخل السجن العقرب خلال العام دهوات والرابعة خلال الشهر نوفمبر الجاري وده كله بيأتي بعد إعلان رئيس الجمهورية عبدالفح السيسي لإستراتيجيته الجديدة له حقوق الإنسان لكن الواقع بيقول أن لا يوجد أي نعكاس حقيقي لتطبيق تلك الاستراتيجية على داخل السجون المصرية الدكتور حمدي حسن لم يمكن من رؤية أسراته على مدار أكثر من خمسة سنوات ليس هو الوحيد في هذا بل كل المعطفلين داخل السجن العقرب لم يروا أسرهم منذ ما يزيد عن خمسة إلى ست سنوات ونحن هنا لا نستسني أحد في هذه المسألة إذن أسراته لم تستطيع زيارته أو لطمئننا عليها أو رؤياته خلال السنوات الماضية تأتي وفاته بهذا الشكل الأعتقد الذي فاجأ الجميع لتلقي علامات استفهام على ما يجري داخل سجن العقرب خصوصا مع انقطاع جميع وسائل التواصل أو معرفة ما يحدث داخل السجن نتيجة منع الأهالي من الزيارة منع المحامين منع منظمات حقوق الإنسان عدم تمكين منظمات المجتمع المديني داخل مصر من قيام بزيارات لهذا السجن أيضا يلطلقي الطريقة التي تبعتها وزارة الدخلية المصرية في مسألة تسليم جثمان والحرص على أن يتم الدفن وسط إجراءات أمنية مشددة لا يتم الدعوة للصلاة عليه عدم تمكين أسراته من دفنه بشكل طبيعي والدفن بشكل سريع يلقي ظلال على طبيعة الوفاة وما يحدث داخل سجن العقرب وما يتعرض له المعتقلون داخل هذا السجن تشابهت وفاة الدكتور حمدي حسن مع معتقل آخر توفي قبلها بعدة أيام وهو الأستاذ حسن السمان هو أيضا معتقل منذ ثماني سنوات وتوفي نتيجة الإهمال الطبي داخل سجن وادي النطرون ومن قبل لدينا الأستاذ محمد سالم وقد اعتقل في عام 2014 وتوفي أيضا نتيجة الإهمال الطبي إذن نحن هنا لا نتحدث عن وقاع واحدة داخل سجن نتحدث عن عدة وقاع نتحدث عن أكثر من أربعين معتقل توفه هذا العام فقط داخل مقارات الاحتجاز المصرية نتيجة الإهمال الطبي وسوء أماكن الاحتجاز وهذا يدفعنا إلى التساؤل على ما الذي كان يقصده الرئيس عبد الفتاح السيسي بي الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان هل كان يقصد هي زيادة أعداد الوفيات داخل مقارات الاحتجاز أم كان يقصد تطبيق عملي حقيقي يؤدي إلى تحسن أوضاع المحتجزين داخل تلك المقارات سيد مجدي هل هذا طبيعي سيد مجدي مسجون على ذمة قضايا سياسية يحرم من رؤية أسراته لمدة خمس سنوات هناك من يقول أن هذا يعتبر موت بالبطيء يعني في مسألة الظروف التي يعيشها السجناء بالتأكيد هناك ضرورة لتغيير هذه الظروف وإتاحة الحق في الزيارة وتوفير الرعاية الطبية الملائمة للسجناء بالتأكيد يعني أن هناك كل ما توفي شخص داخل السجن تنطلق للدعاءات بشكل مباشر أنه نتيجة للإهمال الطبي إذا كان هناك أي إهمال طبي يمكن أن تبلغ به النيابة للتحقيق فيه دور وزارة الداخلية أيضا هو أن توفر الشفافية اللازمة أن تصدر بيانا إذا ما توفي أحد السجناء أن توضح ملابسات هذه الوفاة حجم الرعاية الطبية التي قدمت له لأن ينتقل الأمر إلى مجرد تكهنات يعني حالات الوفاة تحدث حتى بين المنعمين في قصورهم ولا أحد يعني يستطيع أن يمنع وفاة شخص هناك يقيم بأن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى يمكن أن يؤدي سوء المعاملة فقط إلى يعني معاناة السجين أو معاناة يعني من يتعرض لسوء المعاملة هذا إن تم ولكن يعني لا دخل لسوء المعاملة بحدوث وفاة هذا أمر قدري ولا يستطيع أحد أن يمنعه ولا يستطيع أحد أيضا أن يكون سببا مباشرا فيه جون إرادة من الله وحده أرجو أن تبقى معنا سيد مجدي وأشكر ضيفنا من إستنبول النشط الحقوق هيثا مغنيم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا